أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز التعاون المثمر مع سلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات والدفع بمسارات العلاقات الثنائية نحو أفق أرحب بما يلبي التطلعات المنشودة منوها بما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة حفظهم الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادت الدكتور عبدالطيب بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطانة عمان الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في اجتماع الدورة السابعة للجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطانة عمان حيث نقل معالي وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما حمله سموه نقل تحياته إلى صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة حفظه الله وأنوها سموه بما تشهد العلاقات البحرينية العمانية من تطور وتقدم على مختلف المستويات والتي عززتها الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا على الدور الذي تقوم به اللجنة البحرينية العمانية المشتركة في مؤصلة تنمية التعاون الثنائي نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك مشيدا سموه بنتائج اجتماع اللجنة بدورتها السابعة متمنيا لها التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعود على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من النماء والازدهار من جانبه أعرب معالي وزير خارجية سلطنة عمان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من حرص واهتمام لتطوير العلاقات الثنائية بين البحرين وعمان مؤكدا الدورة المهم لللجنة البحرينية العمانية المشتركة في تحقيق ذلك متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار مملكة البحرينية المشتركة في تحقيق ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر